السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أعزائي في قناتكم فيديو استفيد من جديد أتمنى أن تكونوا بألف خير اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة رائعة جدا لعلى جميع مشاكل الشعر ولتطويل الشعر هذه الوصفة سنعتمد فيها على مكون واحد فقط وهذا أفضل ما في هذه الوصفة هناك الكثير من الناس لا يتشجعون لاستخدام الوصفات الطبيعية لأنها تكون تحتوي على العديد من المكونات ونوعا ما يحسون بالكسل هذه الوصفة ستعتمدون فيها على مكون واحد فقط هي توقف تساقط الشعر تنبت الشعر تعالج فراغات الشعر تقوم بتكتيف الشعر وأكثر من هذا تطول الشعر بسرعة كبيرة جدا ولديها ميزة أخرى يعني إذا كانت تهمكم فهي تقوم بتفتيح لون الشعر شيئا فشيئا ترون لديها العديد والعديد من النتائج وصفة متكاملة لن تحتاجوا باستخدام هذه الوصفة لاستخدام أي وصفة أخرى فهذه الوصفة تكفيكم للحصول على نتائج رائعة جدا جدا وعلى ضمانتي هذا المكون الرائع الذي سنحتاجه في هذه الوصفة هو الحلبة الحلبة كما نعلم الكثير يقولون وهناك مثل يقول لو لا رائحة ألا اشتريت وزنها ذهب بالنسبة لهذه الوصفة نعم تكون فيها رائحة خفيفة من الحلبة لكنها لا تكون جد 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 قوية المهم فيها رائحة لكنها ليست قوية وبالنسبة للمزايا التي تعطيها لك هذه الوصفة تستحق أن تجري بها على شعرك إذا كنت تعانين من هذه المشاكل وإذا كنت تريد تطويل شعرك في وقت وجيز جدا الحلبة لديها العديد والعديد من الفوائد سواء للشعر أو سواء للبشرة وأيضا يمكنكم تناولها داخليا والاستفادة من العديد والعديد من الفوائد الرائعة التي تمنحها الحلبة لصحتكم اليوم سنستخدمها من أجل الشعر وهذا هو المكون الوحيد الذي سنحتاج ونقوم بإعداده بطريقة سهلة جدا جدا وننتقل الآن لعمل هذه الطريقة نحتاج إلى مقدار 3 إلى 4 ملاعق كبيرة من الحلبة يمكنكم استخدام أي نوع من أنواع الحلبة ليست هناك مشكلة لكن أنا على حسب علمي أن الحلبة اليمنية هي أفضل حلبة على حسب علمي لا أعلم بصراحة هل الخبر مؤكد أم لا لكن إذا كانت لديكم حلبة كما لدي تظهر الآن في الفيديو اشتروها ويستخدموها يمكنكم شراء الكثير من الحلبة بـ 80 بخص جدا وهذا أفضل ما في الوصفات الطبيعية أنك تشتري مكونات رخيصة وتحصلين على نتائج غالية جدا 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 نقوم بوضع هذه الحلبة في الماء ونخسلها بالماء حتى نخلصها من الأتريبة وبعد ذلك نضعها في كسرونة ونضيف إليها مقدار نصف كوب متوسط من الماء نغلي الحلبة في هذا الماء لمدة 5 دقائق وبعد ذلك نضيف مقدار كوب متوسط من الماء ونترك الحلبة تغلي وعندما نجد هذا هو سر هذه الوصفة عندما نجد أن الحلبة امتصت الماء والماء بدأ يتبخن نقوم بإضافة كوب آخر حتى أربع مرات يعني نضع الماء المرة الأولى ثم يجف قليلا نتتركه حتى يحترق لأنه إذا تركتمها بدون ماء سوف تحترق عندما يجف قليلا احرصوا على أن تكونوا بجانب الوصفة حتى تتجهز عندما ينشف قوموا بإضافة كوب آخر من الماء إليه كذلك عندما ينشف أضيف كوب آخر وكوب آخر حتى أربع مرات وهذا الأمر ضروري جدا 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 في هذه الوصفة يمكنكم استخدام الماء العادي أنا أرشح لكم أن تستخدموا سواء الماء المفلطر أو الماء المعدني لكن حتى إذا لم يكن لديكم إمكانيات لعمل ماء معدني أو ماء مفلطر ليست هناك مشكلة استخدموا مياه الصنبور كما قلت لكم أقل شيء أقل شيء ثلاث مرات وأكثر شيء أربع مرات وفي المرة الأخيرة التي تضيفون إليه الماء لا تتركه حتى ينشف بل يعني بمجرد أن تضيف الماء وتركه لمدة تواني أو دقيقة يعني ليس أكثر من هذا وقوموا بإضفاء النار بعد ذلك قوموا بتصفية هذا الماء من الحلبة الحلبة سيتغير شكلها إلى آخر ستصبح كأنها ملساء ليست هناك مشكلة قوموا بتصفية هذا الماء من الحلبة نعم الماء يكون يحتوي على رائحة الحلبة وكل مزايا الحلبة تضعون هذا الماء في قنينة تاروش ضروري جدا أن تضعوه في قنينة تاروش القنينة التي تاروش موجودة في كل مكان وبأتمنة رخيصة جدا بعد ذلك تضعونه في الثلاجة ليس من الضروري وضعوه في تجدعوه فقط في مكان بارد لا تصله الشمس ننتقل الآن إلى طريقة استخدام هذه الوصفة وانتبهوا جيدا إلى الطريقة هذه الكمية التي صنعناها ربما تكفيك لمدة ثلاثة أيام حتى يعني أسبوع يعني لا أظن أن لأسبوع بكابله المهم اصنع فقط الكمية التي تكفيكم لمدة أسبوع يعني الكمية التي قمنا باعتمادها اليوم لا تصنع كمية أكبر من ذلك على الشعر من الأفضل أن يكون نظيف يعني مثلا تخسرينه اليوم فقط تحتاج إلى غسله مرة إلى مرتين في الأسبوع طريقة العادية يعني أن لا يكون الشعر يعني غير مخصول لمدة طويلة في أول مرة تضعين على شعرك يجب أن يكون خالي من القشرة يعني تنظفين شعرك من القشرة في الحمام وكل ذلك بعد ذلك تأخذين من هذه الوصفة وترشينا على جذور شعرك إذا لم تريد أن يتغير لون شعرك لكن إذا أردت الحصول على نتيجة يعني لون شعر فاتح فرشيها حتى على شعرك إذا لم يكن يهمك هذا الأمر فرشيها فقط على جذور الشعر رشي هذه الوصفة جيدا على جذور الشعر على فراغاتك على الأماكن الفارغة في شعرك على الأماكن الضعيفة أو رشيها على كل فروة شعرك بعد ذلك أخذ يدك وقم بعمل مساج لفروة شعرك وهنا من الأفضل أن تقلي برأسك يعني بالطريقة الإنعكاس التي شرحتها لكم فيما سبق في وصفة سابقة قم بقلب رأسك وقم بدلك هذا الماء أو مغلئ الحلبة جيدا على فروة شعرك بطريقة المساج بأصابعك يمكنك استخدام ألة المساج التي تتواجد لدلك شعرك لكن ليس هناك مشكلة أنا شخصيا أخذ يدي وأقوم بذلك فروة شعري جيدا بعد ذلك تلفينا شعرك كعكة يمكنك تركه كذلك يمكنك تغطيته ليس هناك أي مشكلة استمر في عمل هذه العملية يوميا ومن الأفضل أن يكون صباحا وفي المساء ليس من الضروري في الأيام الأخرى أن تقوم بغسل شعري قلت لكم أنه ضروري أول مرة عندما تضعون هذه الوصفة تضعونها على فروة نظيفة من أي قشرة من الأفضل أن يكون شعرك مغسول بماء دافئ حتى تنفتح المسامات بعد ذلك عادي قوم برشيه على فروة شعرك بطريقة عادية بدون غسله وكالعادة قوم بدلك شعرك ومن الأفضل على الأقل مرة في اليوم إذا لم تستطيع مثلا مرتين في اليوم ضعيها مرة في اليوم إذا لم تستطيع يوميا فعلى الأقل ثلاث مرات في الأسبوع لكن إذا أردت نتيجة سريعة جدا فكما قلت لك مرتين حتى مرة واحدة في اليوم ستلاحظين منذ أول أسبوع تغير رهيب جدا في شعرك ستلاحظين أن شعرك بدأ ينمو بصفة يعني سريعة جدا إذا كان شعرك كسول لا ينمو بسرعة لا يطول قصير ستلاحظين أنه بدأ يطول بسرعة أيضا ستلاحظين لمعان غريب في شعرك ستلاحظين أيضا الفراغات بدأ ينمو فيها الشعر ستلاحظين أن شعرك بدأ يصبح قوي جميل لامع رائع جدا وإذا أردت أن تقطع هذه الوصفة يعني أسبوع واحد فقط فمن الأفضل أن لا تقطعها مرة واحدة يعني مثلا إن تهيت من الأسبوع الأول في الأسبوع التالي قم بعملها مرة إلى مرتين في الأسبوع بعد ذلك الأسبوع التالث مرة في الأسبوع بعد ذلك مرة في الشعر حتى يعني أن الوصفة عندما يتعود علي الشعر وتقطعها مرة واحدة فرما ما تكون هناك ردة فعل عكسية لشعرك ويتساقط في كل وصفة ليست في هذه فقط يعني أي وصفة طبيعية لذلك اعتمدوا على أن تقطعها بالتدريج هناك الكثير من الناس يقولون عندما أقطع الوصفة يرجع الأمر أسوأ من الأول سواء وصفة بشرة شعر الجسم إلى آخره المشكلة هنا أنك تقطعينها مرة واحدة ضروري في أي وصفة طبيعية أن تقطعها بالتدريج لأن شعرك يكون قد تعود عليها إذن كانت هذه وصفتنا لليوم ضعوا لايك للفيديو لتجريعين على إعطائكم المزيد إذا كانت لديكم مشاكل في الشعر وتريدون تطوير شعركم بمكون واحد فقط فقوموا تجريب هذه الوصفة فهي رائعة جدا واكتبوا لنا النتائج تحت في التعليقات إذا تعرفون أي فتاة تريد تطوير شعرها أو عروس إلى آخره فقوموا بمشاركة هذا الفيديو معه وأنا أرىكم في فيديو وصفة جديدة بإذن الله في أمان الله